اشتركوا في القناة كيف ممكن مفهوم منطلق السلام إضافة إلى تأثير العقلية الخوف على مسيرتنا قلنا أنه كيف ما نعيش السلام بداخلنا وبدميرنا تنعكس على الآخر وقلنا أنه لا ممكن يكون في سلام دون تأثير الإصغاء فيما بين بعضنا البعض حتى ما يكون في يعني هايمنة من دول على دول أخرى من خلال السلاح أو من خلال أو توازن الرعب أو توازن الرعب بينهم صح بجزءنا الثاني بنحكي أنه السلامة صيرة التوبة وهون التوبة أكيد بيكون مرتبت بعدم الخوف والتوبة مرتبت بالرشعة إلى الضمير والقلب التوبة هي كمان تعود إلى الإصغاء إلى الآخر وممكن تتوب كثير عن إشي أنا عاملها وما كنت عارف أنه أنا غلطان بيحق وأنا وياه من كرعة من توب صح خليني أستاذ داني نرجع ننطلق بحلقتنا الثاني استكمالا لكلامنا ولي شرحنا لهذه الرسالة خليني ننطلق من المكان يلي توقفنا فيه بالمرة الماضية بالحلقة السابقة توقفنا عن المسيح يلي البابا وصلنا بمسيرته بشرح مفهومه للسلام للعام 2020 وصلنا لحتى يقلنا أنه المسيح هو اللي صالحنا مع بعضنا البعض وهو اللي صالحنا كبشرية مع الله انطلاقا من هون رح يقول خلينا نتذكر بقول بالسؤال اللي طرح على المسيح في الإنجيل اللي بتذكره الأنجيل وتحديدا إنجيل متى بالفصل 18 الآية 21 إلى 22 لما سألوه كان في حوار بين بطرس ويسوع بيقوله يا رب كم مرة يخطأ إلي أخي وأغفر له إنه بغفر له بس سبع مرات قاله مش بس سبع مرات بل سبعين مرة سبع مرات انطلاقا من هون مثل ما ذكرت استيس داني حضرتك بيقول البابا بيقول السلام بيبلش لما منبلش اتنيناتنا أنا ويلي عم ببني معه الشريك في الإنسانية اللي عم ببني معه السلام سواء كان فرد أو مجتمع أو المجتمعات أو دولة يبدأ لما منبلش نتوب مع بعضنا عن أخطائنا لما منبلش نقبل الآخر ونغفر له خطيات ونتبادل المغفرة ساعتها بيقول البابا هيدا بيزيد من قدرتنا على أن نكون رجال ونساء صانعي السلام وبيقول أن الكتاب المقدس بالعهد القديم أيضا بكلام الأنبياء بيذكرنا بضمائرنا نحنا كأفراد وكشعوب بأن الله أقام معنا عهد مع البشرية وبهذا العهد نحنا بنا نتخلى عن رغبتنا بالسيطرة على الآخرين ونتعلم نكون نحنا والآخر أبناء لالله وإخوة بيقول هيدا مسيرة التوبة بتبلش من هون وبتبلش مسيرة الرجاء وبيقول البابا تصور قداش مهم بيقول هالشي اللي عم بقوله على صعيد المجال الاجتماعي الحياة الاجتماعية ينطبق تماما على المجال السياسي وعلى المجال الاقتصادي بيقول لأنه المجالات السياسية والاقتصادية بحاجة كمان إلى بناء السلام وبيوضح أكتر وبيقول لن يكون هناك سلام حقيقي أبدا ما لم نتمكن من بناء نظام اقتصادي أكتر عدالة وهون بيستشهد بكلام للبابا الكبير البابا بنيديكتوس السادس عشر بيقول قبل عشر سنوات مش من هلأ قبل عشر سنوات البابا بنيديكتوس السادس عشر بيقول أنه الانتصار على التخلف على الظلم الاقتصادي لا يكون بإجراء تحسينات وإجراءات لتحسين التعاملات والتبادل وغيره أو إقامة مرافق عادية بيقول يتطلب قبل كل شيء انفتاح تدريجي وعلى المستوى العالمي على أشكال من النشاط الاقتصادي أشكال جديدة من النشاط الاقتصادي تقوم على المجانية وعلى المحبة بيقول انطلاقا من هون نحن بحاجة بيوصل للكلام يلي تفضلته وقلته استاذ داني إننا بحاجة إلى توبة ولاحظ قدي العمق يلي عنده هذا الهم يلي عنده إياه البابا فرانسيس لما رح يحكي مش بس عن توبة بين بعضنا ونحن كشعوب وكمجتمعات ولكن عن توبة نحن كبشر تجاه الخليقة كلها سوا نحن بحاجة إلى توبة بيسميها توبة بيئية بيئية وبيقول نحن التوبة البيئية تقوم على أن المجتمعات البشرية على أن الأفراد على أن البشر يقيموا علاقة سلمية علاقة متطورة بين المجتمعات والأرض بين المجتمعات البشرية والذاكرة الجماعية بين نحن تجاربنا وأمالنا تجاه الخليقة كلها سوا لأنه بيقول البابا الحرد مش بس نحن عم ندمر بعضنا نحن عم ندمر ذاتنا وعم ندمر الخليقة كلها سوا يلي الرب عطانا إياها وسلمنا إياها بيقول انتلاقا من هون لما عم بيقول لما عم بقلكم أنه السلام هو مسيرة رجاء مسيرة توبة مسيرة مصالحة بدنا نصغي إلى الآخر تنقدر نصغي إلى الله ولما عم بصغي إلى الآخر وعم بصغي إلى الله بيصير علاقة مشتركة بيننا وبين الآخر وبين الله منكون عم نصغي كمان إلى الخليقة يلي عطانا إياها الله منكون عم نقبل هبة الخلق عطية الخلق المسجنية يلي عطانا إياها الله ويلي بتعكس البابا رح يستعمل كلمة الجمال الجمال يلي هو في صلب السلام لأنه الدمار الحروب تؤدي إلى القتل إلى الظلم إلى العنف إلى قمة البشاعة لدى الإنسان أدا فيه انكسار هون لأنانية الإنسان ولكبريئه بمسيرته للتوبة الإحصاء على السلام كتير أدا فيه تحدي كتير أو السؤال يلي طرحته استيزداني لأنه تماما البابا بيحكي عن هالنقطة لما عم بيقلنا أنه هذه التوبة اللي بدي تقودنا إلى بناء سلام حقيقي بد تطلب مننا مش بس أنه نتنازل عن كبريئنا تطلب مننا نظرة جديدة تصور إلى الحياة نظرة جديدة إلى الحياة لتنمية الخير العام لاحظ أدا هالعمق بالترابط بين نظرة جديدة نتنازل فيها عن كبريئنا نتنازل فيها عن أننيتنا نتنازل فيها عن كل الحقد يلي عنا لتدمير والسيطرة على الآخر ومنصير عم نتطلع إلى شو البابا عم بيقلنا إلى كرم الخالق يلي أعطانا الأرض يلي أعطانا الكون يلي أعطانا أنه نتشارك برزانة بيننا وبين الآخرين في كل هذه العطايا وهذا بيتطلب بيقول البابا نظرة شاملة نظرة جديدة تقوم على بناء علاقة أخوة تبه مش بس بين بعضنا البعض علاقة أخوة بيننا وبين كل الكائنات الحية مع كل الخليقة الغنية ويلي بيقلنا البابا كلها كان إلى غاية من قبل الخالق يلي هو مصدر كل حياة ليظهر لنا كل سمار العطايا يلي أعطانا إياها قدام هم نعم هون قبل ما نفوت على السلام رجائك رجائك كثير ونعم كثيرة نعم ونرجع نختم بالصلاة قبل ما نفوت على هايدي النقطة اليوم بإنكسارنا بتحدينا بهالأمور هايدي يلي نحن ممكن أنه نتعرض لإله بس قداش هون بتكون إيد ربنا معنا يعني لحتى تخلينا بسهولة نقطة رغم كل العوائق بس بنرجع بعدين منحس حال أنه فيه مين عم يتفشنا إذا عنا النية أكيد لاحظت أنه عدة مرات البابا يشدد على دور الخالق وشو عطانا كهبة هلأ رح يكون أكتر بالحلقة السابقة حكينا عن ركز كل شيء على صخرة على جبل إذا بدك مهم جدا هو يسوع المسيح اليوم رح يكمل ويستخلص العبر في خاتمة هذه الرسالة لما رح يقلنا أنه نحن شو دورنا كتحديدا كمسيحيين شو دورنا كتلاميذ للمسيح بيقول دورنا نحن أن نخلي البشرية تتخطى كل المخاوف وكيف نخليها تتخطى أولا بأننا نأكد على دورنا بأنه نحن أبناء لأله هيك شاءنا أن نكون الله خلقنا تنكون أبناء لأله وبقلبه نوة هي خطوة أساسية للاعتراف بعظمة الله وقدرتنا نحن على ارتكازنا على الله أن نبني سلام حقيقي وبيقول السلام الحقيقي قادرين أننا نبنيه في عالم اليوم يلي عم يتصارع من كل الميلات وبيقول أكتر من هك بيعطينا مثل بيقول السلام هو نعمة هو هبة من الله ونحن بدنا نثمر هذه الهبة ونتجاوز آفاقنا الضيقة وبيعطينا بآخر شيء بالرسالة بيقول نحن كمعمدين نحن كمسيحيين ننطلق ببناء السلام بيرجع للبداية لما قالنا أنه ننطلق للبناء السلام يبدأ من القلب من الضمير من الذاكرة بيقول بناء السلام يتطلب أن نعيد إحياء سر الاعتراف يلي منحنا ييه الرب لمغفرة خطيانا ويلي بسر الاعتراف كمان نحن نتجدد كأفراد وكجماعات وبتبقى أعيننا شاخصة إلى يسوع المسيح يلي الذي بيرجع بعيد الذي نحن نتصالح به ومن أجله مع كل موجود مما هو في الأرض ومما هو في السماء وبيقول يسوع المسيح الذي حقق السلام بدم صليبه مثل ما بيقول الديسبولوس برسالته إلى أهل كولوسي الفصل الأول بيقول بيسوع المسيح نحن منقلع منزع منشيل كل عنف من أفكارنا من أفعالنا من أقوالنا من ضمائرنا تجاه نفسنا تجاه الآخر وتجاه الخليقة بأسرة وساعتها نتأكد أنه السلام هو نعمة من الله وهي تعطى مثل بيقول البابا مثل المحبة من دون أي شرط من دون أي شرط ومعه منقدر نتقبل الآخر ونبني نحن وياه مجتمع قائم على السلام الحقيقي قداش نحن اليوم قادرين فعلا نسبت إيماننا بها الرجل الكبير اللي بيعطينا إياه السلام وبالنعم الكبير اللي بيعطينا إياها بالمحيطة اللي عيشين في بدقة من مجتمعاتنا اللبنانية واللي شفناه في 2019 بيدل بمكان ما إلى وجود خلل بس كمان بيدل إلى وجود ترابط ولحمة ووعي أكتر من قبل يعني حضرتك تعرف أكتر مني بهذا الموضوع إديها المجتمع اليوم فعلا عيش الرجل بقلب مصايب اللي عيشها وبنفس الوقت حصل على وقد ديت خطينا كل الصعوبات مظبوط كمان نرجع أنه عندك اليوم استمر في هذا الرجاء السوشي الميديا اليوم بتخرب لك تماما تماما واليوم العنف ليس فقط بالأسلحة عنا العنف الكلمي أقصى بكتير ويدمر أكتر بكتير قبل ما نختم بصرا شو بتحب تقول بحب أقول بحب أختم مثل ما ختمنا القسم الأول من شرحنا لهذه الرسالة مثل ما ختمها البابا فرانسيس بيسوع المسيح وبالرجاء بحب أرجع ذكر بكلام البابا يحنى بولوس الثاني لألنا لما أعطينا وديعة الإرشاد الرسولي يلي كان تحت عنوان المسيح رجاؤنا بروحه نتجدد ومعا للمحبة نشهد نختم بالصلاة هالصلاة الختمية المختصرة بس رائعة جدا يلي كتب البابا فرانسيس بختام هذه الرسالة لما قال أيها الروح القدس ألهمنا يوما بعد يوم بأعمالنا وأقوالنا كي نصبح صانعي عدالة وصانعي سلام ليباركنا إله السلام ويساعدنا ولترافقنا مريم أم سيد السلام وأم جميع الشعوب في مسيرتنا على دروب المصالحة خطوة خطوة بقول وعسى أن يتمكن كل شخص يأتي إلى هذا العالم من أن يعيش بسلام وأن ينمي ملء السلام في داخله ملء المحبة وملء الحياة أمين أمين شكرا لك إن شاء الله سنين بيظلم ريفعك بقلبك وكل المشاهدين شكرا لك دكتور أزايلي أهلا وصهلا فيك شكرا للمتابعة ومشاهدين ملتقنا بحلقة مقبلة من حديث الحدث إلى اللقاء